في إطار الجهود التي تبزلها إدارة بلدية الدائرة الخامسة جاءت هذه المناسبة التي نظمتها البلدية بالتعاون مع فريق من الأطباء بشكل تطوعي وقد رحب عمدة بلدية الدائرة الخامسة بالحضور وأشاد بهذه الخطوة التي تعد نقطة أمل لمرض الكلا وذلك من خلال تحمل العباء وإجراء الكشف والفخصات والاختبارات المنصق الطبي لهذه الحملة أوضح أن مرض السكر وارتفاع ضغط الدمء هما من الأمر المرات المسببة لمرض الكلا أو ما يعرف بالفشل الكلوي وهو الفقدان التدريجي في وظائف الكلا وقد أدلى بعض المصابين بهذا الدائر بشهاداتهم معبرين عن معاناتهم أطلق الحملة رسميا المندوب العام للحكومة لدى بلدية انجمينة الدقوية عقوبة الذي دعى المواطنين إلى إجراء الكشف الطوائي لمرض الكلا لتأكد من صحتهم بحيث أن هذا المرض يعد من الأمراض الخطيرة وقد يفتك بحياة المصاب إذا لم يتلقى العلاج وشجع الفريق الطبي على الهمة التي يتمتع بها من أجل القضايا على المخايف الصخية الناتجة عن مرض الكلا